بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وعدناكم ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس اللغة الانجليزية. وهنبدأ ان شاء الله من الصفر. قبل ما اتبع كورس اتأكد ان انت مشترك في القناة اليوتيوب لان دول اللي حينجي العلوم بعد كده الدروس القادمة ان شاء الله. اللينك بتاع القناة زي ما هو مكتوب قدامك. جوه ده هتلاقي لينكات للحاجات المهمة. اللينك القناة اليوتيوب. هيوصل لك رسائل باستمرار بالدروس الجديدة او لو في معلومات سريعة كده ممكن اا توصلك او اي حاجة ليه علاقة بالانجليش. هو عبارة عن اا تشات اا او رسائل تشات هتوصلك على المسنزر بتاعك. و لينك قناة اليوتيوب هي يوتيوب دوت كوم سلاش فري ليرن. هتدخل على البلايليست او القوائم. تمام? هتلاقي تلت قوائم حسب الليفل اللي انت حابب تكمل فيه. لو انت لسه مبترق تماما او مستوىك في الانجليش ضعيف فهتبدأ من اساسيات اللغة. اا لو مستوىك متوسط فانت هتحتاج بقى المعظم الدروس التانية القصص القصيرة الروايات مشاهد من الافلام اا غاني مترجمة الاخبار الحاجات دي هنتعلم منها الانجليش. لو مستوىك متقدم لبقى انت هتبقى محتاج ان انت تاخد اا او تحضر لامتحانات زي التوفل والايلتس وكده. او هتبقى محتاج موضعات زي زي تكمل الدراسات في في الولايات المتحدة او في في انجلترا او غيرها. تمام فانت عندنا احنا بقسمين الكورس بتاعنا لتلات اقسام او هتبقوا تلات كورسات ماشيين بالتوازي. انت بقى بتختار حسب المستوى اللي انت عايزه او حسب الدروس اللي انت احتاجها. اهتم ان انت تكون مشترك في التشات اللي قدامنا. زي ما اتفقنا ان الكورس بتاعنا هيتقسم لتلات مستويات. المستوى المبتدئ. المستوى المتوسط. المستوى المتقدم. المستوى المتوسط بالذات هو ده اللي احنا هنفضل مكملين فيه طول العمر. لان كل الدروس اللي هتنزل هتنزل في بتاع المستوى المتوسط. يعني هنعتمد على اه حاجات من اللي موجودة في بلاد برة او في البلاد اللي بتتكلم باللغة الانجليزية. وهنتعلم منها الانجليز زي نشرات الاخبار. اه الافلام. الاغاني. اه قصص قصيرة. روايات غيرها. فهناخد دايما اوبجيكت. هنقراها كويس جدا مع بعض. ونسمعها نتعلم هم بيتكلموا ازاي او بيمطقوا الكلام صحي ازاي. ونطلع منه كل المراحزات والدروس بتاعتنا. الجرامرز اللي احنا هنكون قريدي. اه درسناها في اساسيات اللغة. قواعد النطق. الكلمات الجديدة. المستوى المتوسط ده هو التطبيق العملي. للجزء اللي احنا المفروض درسناه في الاساسيات اللغة او المستوى المبتدئ. كل موضوع هناخده وحنتعلمه وحنتعلم في الكلمات الجديدة والجرامرز المتعلقة به والنطق وكل حاجة. هنختم الموضوع بغرفة محادثة صوتية او كتابية. هنحاول نتناقش مع بعض في الموضوع ده بحيس تاخد فرصة ان انت تحاول تعبر عن رأيك او تحاول تتكلم. وما تخافش من الاخطاء. هنصحح لك اخطائك هيكون في حد اجنبي معنا هو علشان لما تسمع منه تسمع النطق الصحيح من حد اجنبي. وهيكون في حد وسيط مترجم متابع او وسيط ما بينك وما بينه هيصحح لك اخطائك او هيحاول يقول لك الكلمة الصح لو انت استخدمت كلمة مش مظبوطة او لو قلت الجملة التركيب مش مظبوط او استخدمت مش مظبوط هو بس هيصحح لك غلطتك وفي نفس الوقت لو الشخص الاجنبي قال حاجة انت مش فهمها يحاول ان هو يبسط لك الكلام شوية بحيس يبقى تدريب عملي على اللغة بقى نفسها. فالمستوى المتوسط هو المستوى اللي احنا هنفضل ماشيين به طول العمر. المستوى المتقدم اه نقصد به النحية الاكاديمية تحديدا يعني سواء التحضير بقى لامتحنات والتوفل او للدراسة في الخارج. تروح كندا او امريكا او ام انجلترا او استراليا او اي بلد من البلاد اللي بتتكلم باللغة الانجليزية يعني الناحية الاكاديمية الدراسة تحديدا. المستوى المبتدى ده حنعمله في كورس الواحد وكده للناس اللي هما ما عندهمش احتكاج باللغة الانجليزية او مستوىهم ضعيف في اللغة الانجليزية علشان نحطوهم على اول السلم بتاعنا ان هما يقدروا يتابعوا المستوى المتوسط. المستوى المتوسط مش دروس متسلسلة وانما كل حاجة اا يعني هيكون فيها فايدة هنحاول نجيبها ونتكلم فيها. نتكلم كل مرة في موضوع مختلف. اا نتعلم من مشهد في فيلم. نتكلم عن رواية. نتكلم عن اا قصة قصيرة. نتناقش في موضوع. نتناقش في حاجة بتحصل على الساحة او في الترند. ده المستوى المتوسط. المتقدم اكاديمي شوية. اا اساسيات للغة. المستوى مبتدئ او مستوى اساسيات اللغة. هندرس فيه الموضوعات اللي قدامنا دي. اول حاجة الحروف الابجدية والارقام. ده للناس اللي هما احتكاكهم صفر باللغة الانجليزية. فدول هيبدأوا من الاول خالص في درس مخصوص للحروف الابجدية والارقام. وبعدين الكلمات والعبارات الاساسية هنحاول نصنف دايما الموضوعات بتاعتنا. اا يعني نتعرف على ايام الاسبوع الشهور الحاجات اللي انت بتقولها في الحياة اليومية. ولكن مش هنتكلم عن عن كلمات كتير اوي لا على اساس ان المستوى المتوسط هنتعلم فيه كلمات كتير لا علاقة يعني كل مرة هنتكلم في موضوع معين فهنطلع منه الكلمات كتير. فانا مش عايز يعني في المستوى المبتدئ مش هتاخد حصيلة كلمات كتير. انما هتاخد بس الكلمات الاساسية اللي هتنفعنا طول الكورس بتاع اساسيات اللغة. هنتكلم عن الاسماء. وحن يعرف ان فيه حاجة اسمها اسماء معدودة واسماء غير معدودة. وهنعرف ازاي نجمع الاسم او الصيغة المفرد والجامعة بتاعها. وهنتكلم بقى عن الافعال والتصريفات. وهنتكلم عن حاجة اسمها افعال نقصة. وهنتكلم عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول. ويعني ايه جملة مبنية للمجهول. هنتكلم عن الدمائر. وهنتعرف على حاجة اسمها الصفات والاحوال واحنا نتكلم عن حروف الجر وادوات العطف وادوات التعريف والنفي والاستفهام والامر والناهي دول طريقة ازاي تركب جملة بتستخدمها في المحدثات اليومية بتاعتك لان وانت بتتكلم مع اي حد بتلاقي الجملة بتطلع ممكن ساعة بتسأله عن حاجة ساعة هو بيسألك عن حاجة فانت بترد بتنفيه او بتضبط الكلام او ممكن تؤمر حد بحاجة او تطلب من حد حاجة اا فصيغة تركيب الجملة دي لازم نتعلمها وبعد كده هندخل على القواعد القواعد هنتعلمها بطريقة يمكن مختلفة شوية احنا هناخد القاعدة الاساسية بس مع شوية كده او شوية امثلة كتطبيق عليها والقاعدة ذات نفسها هنتعلمها اثناء المحادثات يعني هنتعلم التطبيق العملي للقاعدة نفسه هيكون في المستوى المتوسط يعني طول ما احنا شغالين في دروس في المستوى المتوسط هتلاقي نفسك تعود على القاعدة من قبل ما تتعلمها فساعة ما ديجي نتكلم بقى بالتفصيل عن درس القاعدة ده هتلاقي نفسك قريدي اا ااخده بالتعود كده او بالشبر لكن برضو النحية النظرية والنحية الاكاديمية مهمة عشان تتزبط لك دماغك دي كده الدروس اللي احنا هندرسها في المستوى المبتدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة